تفقد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لكافة الإدارة التخصصية بالقوات المسلحة الجولة بدأت بعرض تقديمي لإدارة البحوث الفنية والتطوير تناول استعراض كافة التخصصات بها ومجهوداتها في تطوير وتحديث أسلحة ومعدات القوات المسلحة وفقا لأحدث النظم العالمية بما يلب احتياجات القوات المسلحة وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة وما يحتويه من معدات وأسلحة مختلفة تم تطويرها باستخدام المستشعرات والتكنولوجيات المتقدمة بإدارة البحوث الفنية والتطوير